واليوم ان شاء الله خيرت لكم حلوة من أروع الحلويات وبزاف بنينة وتذوب في الفم وايضا رايح نحضروا الشاي الكيميا وهذا الحلوة البنات تتبه بزاف الكروكي في طريقة تحضيرتها فقط هي زيدة انه محشية ونعسلوها في الآخر المهم احبائي بقى معايا باش توفوني كيفاش حضرت هاد الحلوة لبنينا نبدأ وعلى بركة الله هنا يا فيان غيسيبيون رايح نحط البيض داعي البيض من الاحسن انه يكون في درجة حرارة المطبخ نضيف عليه غشة الملح الجد مهمة ومبشور حبة ليمون كما ايضا تقدروا تعملوا الفانيليا لكن مبشور ليمون يمدنا ضوق احسن نضيف ايضا نصف كاس تاع السكر العادي ورايح ندربهم بالمضرب الكهربائية على سرعة عالية حتى يدوب هادك السكر ويبيض عندنا خالط هكذا بعد ما تضعف حجم الخالط وبيض كما رقم تلاحظوه وداب هادك السكر الان رح نبدأ نضيف الكمية تاع الزيت اللي هي نصف كاس رح نضيفوها بالتدريج هكذا على شكل خيط وفي نفس الوقت راني ندرب حتى نكمل كامل كمية نزيد نخلط شوية ونحي هنا يا المضرب الكهربائي ورايح نكمل باليد هنا عندي مغرف كبيرة تاع الميزينة ولا نشاء الدورة ونضيف ايضا الفارينة الفارينة تاعنا حنضيفوها بالتدريج مع كيس خميرة حلوة وزن عشرة قراب هنا البنات كل من تعملو تنين بيض تعملو كيس خميرة حلوة في هاد الحلوة اكيد رح نطم العجينة تاعي حتى نتحصلوه على العجينة اللي تكون طرية ومتل الصقش في اليد ينقولكم متل الصقش في اليد يعني لازم تخلوها طرية لانه هاد الحلوة اذا نشفتوها من بعد رح تتشقق وتتفتح في الفرن هكذا كيما ركمتو في حلوة بزاف سهلة وتعطينا كمية مني حاقلتلكم تخرجلكم حتى ال30 حباء تحلوة اللي جي مع عسلة وهاد الحلوات ولم المناسبة السعيدات ولم الاعياد والافرح هاوليكم القوام المطلوب هنا العجينة تاهيرة هي تقريبا سائلة رح نحي حوالي ملعقتين كبار من هاداك الخالط نحطو في صحن اخر ونكمل نضيف الفرنال اللي عجينة تاهي حتى نتحصلو على العجينة اللي تكون طرية ومتل الصقش في اليد هاوليكم القوام المطلوب يعني لازم تخلوها طرية نرجع هنا يال هادوك الملعقتين gonna ونحيهم اللي تكون العجينة تاعي سائلة وش حندير رح هنكمل هانايا انطمها بهذاك الكوكاو اللي يكون محمص ومطحون رقيق هدا هو الحشو تاعنا الحشو تاعنا حي تكون متكون من شوية تعالعجينة والكوكاو اللي يكون محمص ومطحون رقيق هانايا لبنات اعملوا الكوكاو يعني ما تعملوش لوز ولا لان هادو الحلوة تجي بنينة بالكوكاو انا جربتها من قبل دي جي باللوز لكن بالكوكاو تجي أحسن نبقى نزيد هنايا في الكوكاو بالتدريج وراني لعجن حتى نتحصلوه على حشو ليكون طري وما يلصقش في اليد ومن بعد رايح نجيب بابابي سيليكون ولا كيس بلاستيكي رايح نحطوه فوق طاولة العمل ونبدأ نشكل في الحلوة تعيب لما نضيفو الفارينة هنا رايح نشد العجينة رايح نقطحها إلى 2 ونقسمها أعلى 2 ومن الأحسن أنكم تستعملوا الميزان هكذا باش تقسموها إلى قسمين متساويين ونزيد نعمل نفس الشيء إلى الحشو هكذا نعملو على شكل حربوش ومن بعد نقطعوه على 2 من بعد رايح نشد هنايا للحشو تعيق ورح نعملو على شكل حربوش يكون ما يكونش يعني يخشين بزاف وما يكونش أرقيق بزاف شوفوا البنات الحشو تعييره طريق لأنه إذا جاء قاسح ولا شد رحوا رايح يتشقق معانا هكذا وهذي نقطة جد مهمة لبنات هكذا باش تنجح لكم الحلوة وما تتشققش في الفرن لازم يكون الحشو تعيق والعجينة كذلك طريا من بعد راح نجيهنايا ونشكل العجينة بنفس الطريقة يعني نعملها على شكل حربوش من بعد راح نفتحها بهذا الشكل كيما نشكلو المقروط نفتحها ونحط الحشو تعيق في الوسط هكذا نسويه نحي هدك الزائد ونغلق على الحشو هكذا نغلق مليح ونقرص على هديك الغلقة تعنا كيتعود العجينة تعكم طريقة ما تخافوش منها راح تعطيكم الطوع وتتشكلوه بكل سهولة ونزيد نشكلوه على شكل حربوش هكذا يكون العرض تعو حوالي 2 سنتيمتر وفي الاخر هنايا راح نجيب بياض البيض ونحتاج ايضا هدك الكوكاو اللي تبقى لي غر بلتون نحيط له هدك اللي جي ارطب بزاف لانه نحتاج هنايا الكوكاو ما يكونش رقيق بزاف يعني من الاحسنكم تعملوا الكوكاو اللي يكون لنا مرحيم توسط ندهن هدك الحربوش تعيب بياض البيض ونروح نرش الكوكاو على الوجه يعني نحاول اني نغطي كامل الوجه تعيب الكوكاو هنايا في الوجه تقدروا ايضا تعملوا خالط ستاع الكوكاو وجلجلان تانيك هيجيب الزاف بنين هكذا من بعد راح نرفض هدك الحربوش ونحطوه في صينيال اللي كنت غطيتها بورقة طاهي وكي تزيدو تحطوه في صينية زيدو عودو سجموهم ليح نعمل نفس الطريقة للحربوش هدك تاني حنمسحو بايض البيض ونرش عليه هدك الكوكاو من بعد راح ندخل الحلوة للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجة راح نشعلو له غر ملتحت شوية هكذا من بعد راح نشعلو من الفوق وفي هاد الوقت راح نرحو نحضروا مع بعض لا تايو ولا شاي الكيمياء على الطريقة الصحيحة هنا يا راح نجيب بريق شاي راح نحط فيه لتر من الماء اللي يكون دافئ ونضيف ربع مغارف كبار يكونوا معمرين مليح ووزن 30 جرام من الورقة ولا من شاي كيميا وانا كنت وضحت لكم ديجا من قبل وعلاش ما نشللش هاد الشاي لانه هاد لتاي ولا هاد شاي نوعية رفيعة وخالي من المواد الكيميائية عكس بعض انواع تها الشاي اللي تكون نوعية رديئة لو كان ما تشللوهش ولا تغسلوه مليح مليح في الاخر حين تتحصلوه على تاي يكون لونه اكحل ومايتشربش وهاد لتاي خياتي كما قلت لكم اي طي بروحو بروحو يعني اللي ما تعرفش طيب لتاي ما هليك غرب شاي كيميا بركوش لازم تديري لازم تحطيه في ماء دافئ وتحطيه على نار اللي تكون هادئة وتعطيه لو وقته في الطياب الطياب بتاعو كما قلت لكم من 20 حتى 35 دقيقة وطبعا على نار هادئة وبعد ما وجدت الحلوة تعيش بتعمل فرن خليتها بردت شوية يعني ما تخلوهاش تبرد بزاف لازم تتقطعوه هي سخونة رح نقطعها واكيد التقطع يعني يرجع لكم كل واحد كيفاش يحب يقطعوه كان يحبوا يقطعوه رقاق ولا تحبي تقطعيه خشين انا قطعتوه حوالي واحد ونصف سنتيمتر شوفوا الحلوة ولا شوفوا الموس كيفاشره يدخل فاصل مو هاد الحلوة جيد الذوب في الفم وسيسوها كي تعدو تقطعو فيها هكذا باش ما تتفتتش معاكم ونروح مباشرة رح نعسلها هنا يا العسيلة من احسن انكم تعملوا عسيلة تعدار اللي تكون شوية خفيفة ولا العسيلة تعبرها زيدوا لها شوية ما وخلوها تغلي ومن بعد خلوها تبرد وعسلوا فيها الحلوة تاكم وكي ما راكم تشوفوا الحلوة راني نقطصها ونخرجها ما لازمش تقعد في العسيلة على خطرها هي تجي طرية وهنا يا حبيت نزيد لها شوية بركة على البيستاش هكذا باش يعطينا بركة لون بعد ما وجدت الحلوة تاعي حطيتها في الكيسات وصحنا التقديم نرجع اللاتاي هنا يا ونخلط لاتاي تاعي بعد ما نحيتو من نار وخليتو برد شوية يعني ما تروحوش تخلطوه مباشرة وهو يغلي في كاس هنا يا حطيت كمية على السكر ونبدأ نخلط هاد لاتاي بهذا الطريقة حتى يعمل الرغوة ويتشحر ويدوب هادك السكر وهنا يا حبيت نزيد لكم واحد الملاحظة جوني بزافة علاقات يقولوا لي لاتاي بلا شي قرفة ماشي تاي لازم نزيدوله القرنفل لازم نزيدوله نعناع مجفف حبيت برك نقول لكم انه لاتاي في الاصل يتشرب تاي ساك ما تضيفوله ولا شيء الا اذا تحطوا في نوعية رديئة ولا يعني لازم ضيفوله ذوق هكذا باش شغل يغطي هذك الذوق الرديء تاع تاي لكن هذا لاتاي يتشرب هكذا برك في الاخر يتحب تضيف له وريقة تاعناعناع وهكذا البنات نكون وصلنا لنهاية الحلقة تاع اليوم بعد ما وجدت الحلوة تاعي هذي كلمة عسلة اللي يضوب في الفم اللي يجي بزاف بنينا وتقطع كمية كبيرة يعني في نص كاس زيت قطعت لي 30 احبة حلوة وبما انها اقتصادية وبزاف سهلة ما تنسوش تجربوها لهذا العيد واكيد تردولي رأيكم فيها وما بقى لي غير نقول لكم خياتي ما تنسوش تستنوني في نفس الموعد وعلى نفس القناة وصحف طوركم وفي امان الله اشتركوا في القناة وإشتركوا 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 في القناة وإ